حل البرلمان صلاحية دستورية أم رغبة سياسية؟ يتواصل جدل حول الدعوة لحل البرلمان وإعادة الانتخابات الصدر يرى أن حل البرلمان لا يحتاج لاستئناف عقد جلساته لكن المالكي يعارض الصدر ويشدد على الاحتكام لقبة المجلس التشريعية الدستور العراقي حل الاشتباك السياسي حول البرلمان بمادتين اثنتين المادة 64 أجازت حل البرلمان بطريقتين اثنتين الأولى بالأغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية الثانية بدعوة رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال 60 يوما أما المادة 47 فشددت على فصل السلطات وأكدت ممارسة كل سلطة لعمل ضمن التخصص رد الصدر على إضاح القضاء بمهلة أربعة أيام لأنصاره لتقديم دعوى قضائية تقدم الدعوى إلى المحكمة للنظر بتجاوز المدد الدستورية أولاً وبحل البرلمان ثانياً فهل سيكون حل البرلمان العراقي مخرجاً للأزمة السياسية؟